اشتركوا في القناة نعم جاء ذلك بمناسبة توقيع الاتفاقية بين الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ومؤسسة الأميرة عالية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاتفاقية تتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مشيرا سموه إلى أن الاتفاقية تعزز من مسيرة الترابط والعلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن مملكة البحرين تزدهر في العمل الإنساني ومنها الجانب الرياضي في ترسيخ المعاني الفاعلة في تأهيل وعلاج الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال رياضات الخيل بعد أن سجلت المملكة نجاحات عديدة في هذا الجانب على إثر الاتفاقية المستمرة مع مؤسسة زايد لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سجلت نجاحات عديدة في تأهيل الأطفال وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاتفاقية مع مؤسسة الأميرة عالية تجسد العلاقات المثمرة بين الاتحاد والمؤسسة في مطاق العمل الاجتماعي والإنساني المشترك وتشجيع وبسط العمل الاجتماعي والإنساني والوطني وتفعيل الشراكة بين الطرفين مبينا سموه إلى أنها أيضا استلهاما لروح استراتيجية المؤسستين بأحداث النقلة النوعية في مواصلة العطاء عبر تعزيز التعاون بما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة هذا ووقع الاتفاقية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الحسين رئيسة مؤسسة الأميرة عالية بمشاركة عدد من أعضاء الاتحاد الملكي كما تابع توقيع الاتفاقية عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمن من جانبه ألقى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة كلمة بهذه المناسبة نقل فيها تحياتي وتقدير سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مؤكدا أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا لتوجهات سموه في التعاون مع مختلف المؤسسات في مجال تأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد الأمر الذي يمثل واجبا وطنيا وإنسانيا من أجل المساهمة في تأهيل هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا وقال سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة لا شك أن الاتحاد الملكي للفروسية يمتلك الخبرات والتطلعات الكبيرة في مجال تطوير الأهداف الرامية إلى تأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد بعد أن كان لنا تجارب عديدة ومثمرة من توقيع اتفاقية سابقة ومستمرة مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واليوم نحن سعداء بانضمامنا بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة الأميرة عالية والتي سيكون لها أثر كبير على بواصلة الأعمال الإنسانية بين البلدين الشقيقين في تأهيل وصقل الأطفال الذين يعانون من التوحد من جانبها ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الحسين الجهود البارزة التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة مشير إلى أن المؤسسة فخورة بهذا التعاون البناء الذي سيكون له أثر كبير على المجتمع في البلدين الشقيقين وتنص الاتفاقية على التعاون في العديد من المجالات والأهداف والمبادرات في المساهمة بتأهيل الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال رياضات الخيل التي لها جاذبية خاصة لديهم وتساهم في علاجهم من خلال البرامج والزيارات والأنشطة المتفق عليها كما تنص الاتفاقية على أن يسمي كل طرف منسقا تكون مهمته رفع تقارير مشتركة تضمن مقترحات للأنشطة والفعاليات المشتركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر